ولذلك يجب على المسؤولين وكلهم مسؤولون في برلمان في مجلس دولة في وزراء في قضاء في نيابة كل من له ولاية في هذا الأمر يجب عليهم أن يراجع أنفسهم ويتوقفوا عن هذا الاعتداء يتوقفوا عن هذا الودوان هذا الظلم لا يحل لا يجوز وستترتب عليه آثار وخيمة لا يؤدي أبدا الصلح الصلح لا يمكن أن يتوصل إليه من خلال الظلم لأنكم ظلمتم أولياء الدم ظلمتم المظلومين المقهورين الذين دمرت بيوتهم في هذه الحروب وانتهكت حرماتهم وأخذت أموالهم هؤلاء الذين أطلقتم صلاحهم كانوا يشنون حروبا على المنطقة بأسرها شرقا وغربا وفعلوا ما فعلوا فلابد أن يأخذوا أن يستحلوا أولياء الأملاك وأولياء الدم والمفقودين ومن قتل ولا يمكن أن يتم هذا من خلال القرار يصدره قاضي ثم يعني الناس كلهم يقولون هذا صلح والصلح خير وفتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم هذا ليس صلحا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بالقرآن من أي بشر آخر يعرف القرآن ويقرأه ويفه معانيه وتمر عليه هذه الآيات ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول لنا الصلح حلال يعني إلا صلحا حرم حلانا أو أحل حراما وهذا صلح أحل حراما هذا صلح حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كل من سعى فيه فهو آثم كل من تكلم فيه وأعان عليه بأي صورة أو أصدره أو وافق عليه فهو آثم لأن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما هذا صلح أحل حراما حرام عليكم أن تتجاوزوا صلاحياتكم فالحق في هذه المصالحة وهذا التنازل وهذا العفو هو لأولياء الدم فقط ولا يجوز لأحد غيرهم لا يجوز له أن يتدخل في هذه المسألة ولا أن يسعى فيها ومن سعى فيها فهو آثم كل من سعى فيها ويدعي أنه يريد الأجر ويريد الصلح وكانت له علاقات وتواصل في هذا الأمر فهو آثم متعد على حق غيره وعليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويندم ويصلح ما أفسده